هذا الكتاب انا فيما سبق معرف ما ادري لله عزيلاه هو كتاب مهم المسند المصنف المعلل يمكن في اربعين مجلد مو واحد واربعين مجلد بل المسند المصنف المعلل الحق والانصاف يا ليت يا ليت انه هاي مئات المؤسسات اللي جال سعدنا في قم لانا تقوم بعمل عشر هذا العام هذا الرجل ماذا هاي المجموعة صنفه وحققه ستة من كبار محققيه مع عزيلاه ويقع في وعشر سنوات مشتغلين ستة من المحققين ماذا فعله خلي اعرفوا لكم الكتاب ماذا فعله جاء الى كل صحابي من صحابة رسول الله فوله حديث وصحابية وله حديث فنقل حديثه والطرق التي الى ذلك الحديث والسنة ذلك الحديث وصياغه المتعدد ادناه شي احنا كتاب في الواقع الشيء يعني احنا نحصي الذين رووا عن الامة سلام الله عليهم في النتيجة نعم اصحاب الامة كثيرون ولكن الذين رووا عنهم لابد عدد معين فنأخذ كل واحد منهم نعرف نترجم له ننقل روايات التي نقلها ها ثم الصيغ التي افترض زرارة فلان الرواية الكذائية توجد له خمسة طرق تجد هؤلاء كل دينقلها بصيغة تختلف عن صيغة الاخر سؤال اليش دتختلف الصيغة كلهم دينقلون عن من اذا انتبين هؤلاء الطرق ملانة دينقلون نص زرارة لو نقل بالمعنى فاذا وجدت له هذول الطرق عموما لا دينقلون ماذا صيغة واحدة ها يكشف لك عن ماذا انه هذه الصيغة هي التي صدرت ممن من زرارة ايش قد ينفع هذا البحر ما عدنا امكانات مالية لا والله عدنا امكانات مالية اضعاف اللي عدوا اهل السنة لانه احنا عدنا خمس عشرين بالمية هم عدهم زكاة ايش قد اثنين نص بالمية فاس من اضعافهم ما عدنا مؤسسات اخر احصائية في قم ثلاثمائة وخمسين مؤسسات كلهم تحقيقات 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 حد انت انظر مولانا الكافي طلع اخيرا مولانا شوف شكو بتحقيقات هذا البحر عرفت شو ولكنه لا توجد عقول تفهم الطرق الصحيحة ماذا للتحقيق تعالوا معنا الى هذا شوفوا هذا الرجل الان في هذا الكتاب المجلد اعزائي الرابع المجلد طبعا هذا النيا اطمئنه ترى ليس فقط انه هم محققين خاليها على المواقع مولانا مينو يخلي رديشيله شنو يرفع ياخده مع انه هذي مكلفة المليارات الى انواصله نانا هسا اذا بعض المؤسسات مالتنا شو تريد تساوه مولانا ها ولا تفتح طريقة الا تروح تشتري مولانا حتى يطلع امواله هذي احنا ساحبها من المواقع ها لا تصور بانه انا من بره ما اخذ ابدا هذي من المواقع اسحبونا مولانا طبعناها في قملة هالطباعة افضل من طباعة قملة جيد تعالوا معنا اعزائي الامارة من